أخوات والإخوان والولات أخذ القرار ورفع الغبن على المواطنين والمواطنات وانتو مرة كيزة الأولى تعدولا فيه كذلك سيركولار كل مصالح الأمن لما باش نفتح تحريات إطرى شكوك ولا إطرى تبيان على مسؤول محلي من المسؤولين أبدا ما نكلف للأمن المحلي بالتحريات تحريات ندار في العاصمة ومن خلال مؤسسات مختصة في هذا الميدان هذا وراني عافش أنا نقول دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية والعصرانة هذه ما تراجعش فيها دولة الدسائز والمكائد وبالعبارة الشعبية تعالي بوت بانان ما بقاتش اللي بغي يخدم ينود يخدم يخدم هاد الشعب الكريم اللي مش بغي يخدم ما عليش يطلب اسمحه ويستأدن ويروح الله يسهل عليه دولة الدسائز والمكائد ما بقاتش واللي راح نفتح تحقيق عليه ما تفتحش الجهات المحلية تفتح جهة في العاصمة معناها إذا فيه والي سارق أو رئيس دائرة أو مسؤول شركة أو راح الجهة من العاصمة هي اللي تجي تحقق معها ماشي جهة مركزية ماشي الجهات المحلية أولا هذا اعتراف من أن هذا الأجهزة الأمنية المحلية أنها لا تستطيع أن تقوم بعملها كما يجب لأن المفروض أين تقع الجريمة فإنه وهذا معروف يسموه الاختصاص الإقليمي أين تقع الجريمة فإنه الذي يقوم بالبحث والتحقيق وفيما وقع من جريمة جرائم اختلاص خاصة يتكلموا الاختلاص والفساد هي الأجهزة المحلية هي أدرة بالموضوع وهي أعرف بالموضوع هي لكن هو قال لك لا هذا ما يكونش هذا دليل أن هناك مشكلة كبيرة عندكم فيما يسمى بالأجهزة الأمنية وهذا من عندكم هذا الدليل الآن هو من عند تبون يجب أن يبعث لهم ناس من العاصمة الأمر الثاني قال لك دولة المكايد والدسايس وليبوت بانان ولا ليكوت بانان ولا ما نشعر سماها هذه خلاص طيب خلال نعطيك مثال فقط وقولنا إلى خلاص طوال لا اللهم إلا إذا كانوا هذه دولة خارج الدولة أو هما فوق الدولة بتعيين جبار مهنة قبل أيام مسؤول الأمن الخارجي يكون قد هو خامس أو سادس في الحقيقة هو سادس مسؤول أمني جنرال يعين على رأس الأمن الخارجي بداية من سبتمبر 2021 في سبتمبر 2021 كان هناك ذابط على رأس الأمن الخارجي تمت الإطاحة به وجيتم بيوسف بوزيت بعد يوسف بوزيت أطحتم بيوسف بوزيت واراه موجود في السجن ومر على تعذيب رهيب في مركز عبلة وجيتم بواحد يسموه محفوظ مقري ثم أوطيح بمحفوظ مقري بعد فضيحة تسليم بن حليمة والكذب على الإسبان وجئت بكحال مجذوب كحال ربعة بعد مجذوب بن كحال جاء عبدالغاني راشدي خمسة بعد غاني راشدي الذي أوطيح به ورم ينتظر فقط يتحسن صحته باش يدخلوه يمروه على مركز عبلة ويدخلوه لبليدة جاء جبار مهنة ستة مسؤولين في الأمن الخارجي في ظرف 12 شهر ما بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022 ستة ورهي دولة المكايد انتهت هذا معناه هناك اضطراب شديد هذا ما راش تكلمه على والي أو على رئيس دايرة أو على كوميسير أو حتى على قايد ناحية عسكرية رانا نتكلمه على جهاز المخابرات الخارجية ثاني اخطر جهاز في البلاد بعد مخابرات الداخلية اذا كلام تعتبون كلام لا قيمة له لا يساوي الحبر الذي يكتبونه له به لانه لا يعرف ما يقول قالك دولة المكايد وهذا المكايد اللي واقع بين الجنرالات الإطاحة بعدد هائل من ضباط المخابرات العسكرية بما فيهم رئيس المخابرات العسكرية العميد ويلد زميرلي اللي درتوه جنرال في خمسة جويلية كان عميد أصبح ولواء في خمسة جويلية الماضي ثم أطحتم به والآن رأى على أبواب أن يسجن وقد سجن الشقيق عمر ويلد زميرلي والشقيقة وسجن هذا اللي يسمى حسين بوليحيا جنرال من جنرال الإجرام اللي حديث لكن هو كان من المجرمين الكبار تعد تسعينات وعدد هائل من كبار الضباط على الأمن الخارجي كيف كيف ما انتهت دولة المكايد وهي كلها مكايد رأي كلها صراعات ومكايد شوف للولاد قداش رحهم يبقوا في منصب ولي أخيكم تقريبا كل ست شهور كأن تغييرات في الولاد كأن الولاد اللي ما ما كملش العام تم تغيير مكانه أو الإطاحة به وكان بعضهم اللي سجن القوضات رأي كل ست شهور كأن تغييرات في القوضات وأحيانا تمس نصف المناصب نتيجة لصراعات هائلة على من يدي بلاست من من يوطيح بمن مش كون يكسر شكون وصلت إلى استعمال شعوذة والسحر في ضرب بعضكم البعض المسلومين المسؤولين أو المسعورين بعبارة أدق في الصراعات وين وين المكايد هذا انتهت وين انتهت بالعكس الحقيقة المكايد رهي تزيد ورهي تتصاعد والسراعات رهي تكبر ودليل أنك لم تستطع تعيين الجودي هذا بن جودي اللي كان وزير الداخلية لم تستطع كنت تريد أن يجي رأي وزير أول في بلاست بن عبد الرحمن لكن بعض الناخذين من كيبرجينات قالوا الكنيات نووي يروح هذا يروح نهائيا وصلت معهم لاتفاق أنه يروح نهائيا وزير نقل لماذا؟ لأنهم عارفين وأنهم عارفين لأننا عارفين أن وزير الداخلية بن جودي كان رئيس الديوان انتاك يا تبون لسنوات طويلة وانت وزير للسكن وأنه كان هو الوسيط في تلقي أموال هائلة من عند السبنيول ومن عند الشاينيز ومن عند الأتراك ومن عند الكوريين ومن عند الإيطاليين قاع الناس من عند المصريين قاع الناس اللي أعطيت لها مشاريع في القطاع السكن كان هذا اللي درته وزير الداخلية كان هو الوسيط هو الرائش والله ورسولنا يقول رسولنا يقول لا يعني الله الراشي والمرتشي والرائش الرائش هو اللي ما بين الراشي والمرتشي طبعا بن جودي كان عنده أيضا الباي انتاعو يعني ولكن الباي الكبير كان يروح لتبون الرأس الكبيرة وباسم قربين منك موجودة في بنوك خارجية خاصة في هذه اللي تعرف بأنها ملاذات ضريبية أو ملاذات آمنة ولكن أيضا موجودة في الإمارات وموجودة في تركيا وموجودة في فرنسا وتحت أسماء كثيرة مستعارة الغريف الأمر أنهم اليوم يتكلموا على أنهم بدأوا يسترجعوا في الأموال في الأموال اللي تعالي مهربها تعالي هربوها ما يسمى برجال نهب المال إنما ينهب هذه الفترة منذ مجيء تبون إن المال الذي نهب أكثر بكثير من السنوات الأولى لما جابوا تفليقة من العهدة الأولى تعبوا تفليقة واللي نهب فيها المال أيضا وكان نهب كبير لكن الآن أكثر بكثير يعني النهب ره متواصل في الحقيقة ولكنهم يكذبون شوفوا دائري قال لك خلينا بلك نسمعوها منه لأنه ممكن نره ونلقاه هنا أنه يتكلم على الدبلوماسية ويتكلم فتبون ما زال عايش في عالم آخر لكنه عالم تعال الكذب يكذب أكثر مما يتنفس الشعب جزائري يعرف هذا جيدا موسيقى